القدس تيفي عيش الخبر أينماكن عقدت وزارة الزراعة مؤتمر صحفي استطفت فيه وزير الزراعة الأردني أحمد الخطاب تحدث فيه عن الاتفاقيات التي أبرمت بين الوزارتين الأردنية والفلسطينية لتبادل الخدمات الزراعية من حيث الاستيراد والتصدير تم بحث رغبة الجانب الفلسطيني في استيراد اللحوم الطاججة المبردة من أردن على أن يقوم الجانب الأردني بطلب استكمال إجراءات تقييم مسلقة المنطقة الحرة الخاصة في القويرة وذلك بحضور الجانب الفلسطيني وقد أبدل الجانب الأردني استعداد لتقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني وأكد وزير الزراعة الفلسطيني وليد عستاف على دعم قطاع الثروة الحيوانية والأغنام والثروة النباتية ومحاولة فتح باب المنافسة للمزارعين الفلسطينيين لتقليل كلفة الاستيراد وتقديم الأعلاف في ظل ارتفاع الأسعار الحكومة الفلسطينية قرأت إعفاء هذا القطاع من الضرائب بشكل كامل وأيضا قرأت دفع كافة مستحقات الضريبية الرديات الضريبية التي تعود لكم على الحكومة خلال الأسبوعين القادمين وأيضا هناك مشروع مشترك مع أحد المانحين لتقديم أعلاف لهذا القطاع لتمكينه من الصمود والبقاء في ظل هذا الارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر